طائرات التحالف الأمريكي تقلع من القواعد الأمريكية في العراق من دون توقف منذ أكثر من عشرة أيام لتنظيم عملية نقل معتقلي داعش في سجون قصد في غويران والصناعة بمدينة الحسكة إلى قواعدها في العراق بحسب ما أكدت مصادر أمنية للميادين المصادر أوضحت أنه يتم تجميع عدد من السجناء يوميا غالبيتهم من العراقيين في المدينة الرياضية في حي غويران ويتم نقلهم بالمروحيات تحت إدارة وإشراف أمريكيين الدفعة الجديدة من معتقلي داعش وجهتها الحدود العراقية ومهمتها استكمال القتال والهجوم على مواقع الجيش السوري وحلفائه في باديتي سوريا والعراق والعملية ليست الأولى فالاحتلال الأمريكي كما أكدت مصادر الميادين نقل خلال الربع الأخير من العام الفائت العشرات من معتقلي التنظيم لديه من سجون الشداد والحسكة إلى منطقة 55 كم في التنف وجندتهم لشن هجمات على مواقع الجيش السوري في البادية وهذا ما يفسر النشاط المتصاعد لخلايا تنظيم داعش أخيرا ضد مواقع الجيش السوري وحلفائه واشنطن تعيد إحياء مشروعها في الشرق السوري والضغط للدرجة القصوى ضد حلفاء دماش لقطع الممر البري بين دول محور المقاومة واستمرار استنزاف قوات الجيش السوري والحلفاء على طرفي الحدود والمشروع بات يستند أكثر فأكثر إلى الدعم الجوي الإسرائيلي أكثر من 18 غارة إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومقارة عسكرية للجيش السوري والحلفاء في دير الزور وباديتي البوكمال والميادين في خط جبهة يمتد لأكثر من 130 كم والدعم يتم بتنصيق استخباري كامل بين واشنطن وكيان الاحتلال إسرائيل تمد الحرب شرقا في تكثيف واضح لحربها على الوجود الإيراني في سوريا وإعادة التأكيد بأن هذا المسار مستمر ويقطع الطريق على أي تغيير محتمل في السياسة الأمريكية في المنطقة عشية وصول بايدن إلى البيت الأبيض ديما ناصف دماشق الميادين